سجون يومية في أنحاء فلسطين ولكن في داخل المعتقلات الإسرائيلية توجد نحو ثلاثين أسيرة فلسطينية بينهن طفلة مقدسية وست جريحات إسرائيل جعابيس هي الحالة الأصعب وتعاني من أثار حروق قاسية في جسدها أصوات الأسيرات تخرج من العزلة عند تحرر إحداهن فتحمل قهرهن جميعا عندها سيحان في الأنف من جوة مسكر أنفها عندها سيحان في أدنها اللحم سايح ومسكر أدانا منطقة الفم الفك كله رابط ممسوك زي الكوشوك كوشوك يعني إذا بدها تحكي أو إذا بدها تفتح ثم أكبر بينمزع الجلد من هون أنا لما فارقت البنات مبارح بالضبط نفس شعوري لما فارقت ولادي لزي نفوذ حماد طفلي هيك عملت لأمها وردات من خيطان حكيت لي هدول في عيد الأم تعطيهم لأمي إن السجن هو المشنقة بحد ذاتها تقول إيمان يخلف معاناة نفسية يصعب نسيانها من التحقيق حتى النقل إلى معتقل النساء في الدامون مرورا بمحطة سجن الشاروني للسجناء المدنيين حيث تتعرض الأسيرات لأسوأ المضايقات لما تتكلبشي لورا وأجريكي لورا على كرسي واقف على إيجار واحدة وأجريكي مربطين في تقوى 16 ساعة أو 17 ساعة وعلى مدار تحقيق مستمر على مدار شهر كان كثير كثير الإشي صعب ومؤذي يعني أنا زنزانة اللي كنت فيها كنت العشر اللي بجيبوا لي يا أكي منه شوية روز أحطه على جنب أجلكم الله المرحاض لأن الفار كان يشيل القنين المحدوطة ويطلع عاما نقدتهما إيمان الأعور في المعتقل بتهمة تقديمها مساعدات إلى عائلات الشهداء المرارة هناك صارخة في ظل غياب الرعاية الطبية والنسائية لكن ها هي هدايا الأسيرات اليدوية البسيطة ستزور أحضان عائلاتهم حتى يوم الحرية هنا محميد القدس المحتلة الميادين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر